السلام عليكم شباب فيديو جديد وحلقة جديدة من قناة متكسفيت والله الله ربي لا اشرك بيه شيئا حلقة النهاردة من السلسلة اللي انا عملها هنا في القناة اقوى عضلة اقوى عضلة اللي بنتكلم فيها على عضلة مميزة خلت البطل مشهور جدا وانا قلت لك لو عندك عضلة تقدر تبقى مشهور جدا ولكن لو شكلها غريب لو ضخمة عن العادة لو فيها حاجة غريبة الكلام اللي انتو عارفينه ده ولكن معنا النهاردة برونو مورايس البطل اللي يعتبر دراعه فلازي بمعنى الكلمة وهخص او هنتكلم بالاخص بقى على الباي سيب بتاعته بقى عموما تمام ولكن الشخص ده زي زي اي لعب كمان اجسامه والصراحة هو مرعب من قدام فعلا فعلا لما بيمشي في الشارع زي ما انت شايف كده الناس كلها بتكونوا متفاجئين من المنظر اللي شايفينه طبعا الحركة دي موجودة بكترة في الغرب وزي ما انت شايف كده الست فتحت بقى الجدة فتحت بقى وبص اللي ورا كمان ليه علشان المستوى اللي دراعه فيه او الترابيس بتاعته فيه علشان البطل ده كل شوية لاقي حد يبعات ليه طيب زي ما انت شايف برضو البطل مشهور بسبب ايه بسبب يعتبر عضلتين مميزين جدا وزي ما انت شايف كمية الناس اللي عملين يصوره يعني شايفين حاجة مرعبة جدا الصراحة وطبعا نبص كده للبطل وهو مرسوملوس راسما وده اي زي زي اي بطل الصراحة بيكون عنده حاجة مميزة لازم يتعمله كده صورة بالشكل ده طبعا زي ما انت شايف كده الباي سيب بتاعته مفخخة الترابيس مفخخة وده فعلا فعلا في الحقيقة وهنشوف قد ايه ضخامة اللعب ده وهل حلوة لا في السريع فيديو النهاردة في السريع نبص كده بقى نبص كده الباي سيب بتاعته هي باي سيب مجنونة بص 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 قوتها عاملة ازاي بطيخة يا جدعان دي بطيخة يا جدعان يعني هو دراعه هو ما شاء الله متفجر متفجر بص كده ماشي نبص بقى الفيديو بص الباي سيب بتاعته بالترابيس والله كل شوية حد يبعتلي مستوى علشان اتكلم عليه فقلت لا ده اقوى عضلة بص كده الترابيس بالصراحة ده اقوى عضلتين بس العضلة مميزة اوي دراعه ده فيديو اهو عشان ما فيش حد يقول فوتوشوب اهو فيديو بالشكل ده بص بص الترابيس ده مزلقان ده كوبري ده يا جدعان حلوة ده شعر ده ولكن بص دراعه بص الباي سيب عاوز اقول لك دراعه مش مميز اوي قدم الباي سيب بتاعته هي المميزة تراي سيب يعني او تراي سيب بتاعته مش الافضل وهنشوف دلوقتي وهزبط لك في السريع ولكن هو مفخخ تحس كده مفخخ شفت ليه الناس بيصوروه كده ومعجبين بشكل جسمه مشهور بس بس انت متخيل علشان ترابيسه ودراعه او الباي سيب بتاعته مش هنقول ريست بقى ولا تراي سيب هو الشكل عموما الشكل مرعب الشكل فعلا فعلا مرعب بص كده دراعه ورده بص دراعه عامل ازاي من قريب بص 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 بطيخة والناس اللي عارفيني قد ايه بحب الباي سيبس بس دي متفجرة دي متفجرة طبعا مش حينها زيوت ده هو كده جينايا كده طيب نبص كده من الباي سيبس هتلاقي الباي سيبس بتاعته كويسة زي ما انت شايف كده طبعا من ورد اكيد اكيد ولكن التراي سيبس مش او التراي سيب في الجزء الدراع الواحد يعني او الدراعين اه مش الافض نبص كده بقى اثبت لك حاجة ونقفل فيديو النهارده الفيديو اربعة دقيق بالكتير ان شاء الله بص كده ده في الشارع خلي بالك هو مش مميز او بس هو تصويره مميز او اللي يبين لك الدراع عظيم ولكن هو دراع عظيم يعني خليلنا ندي كل واحد حق وبص بقى التراي سيبس يعني انت ليه بقى مش مهتم بالتراي سيبس زي بتاعتك نبص كده واخد بالك انا بحاول اقاف لك كده عشان تركز بص كده طيب مين اللي قال بقى اللي هي ضعيفة زي من انت واضح شايف كده طيب امتى هتكون كويسة طبعا اما يعمل بامب وهتشوفها دلوقتي مرعبة مش مرعبة متناصقة بقى واخد بالك من الفيديو كان عامل ازاي هو الفيديو ده عامل ازاي هي مفروض تكون كده يعني مفروض هو طبعا بيلعب تراي سيبس زي ما انت شايف كده بس مفروض انت بتاعتك عندك مميزة شغل عليها اكتر فاكتر بص برزة ازاي طبعا عشان فيها بامب فواضحة بالشكل ده انما هو حتى كمان في اه وضع الخمول او جسمه ا ما بيكون خامل الباي سيبس بتاعته هي من الاخر كده اللي مقلوضة انما التراي سيبس مش مهتم بيها قد المهتم به هو الباي سيبس فاهمين حاجة اكيد فاهمين بص كده خدت بالك من الدراعه ازاي بس ده فحلت البامب تمام انما احنا ما شفناه على حقيقته في الشارع هنلاقي التراي سيبس مش بالشكل ده يعني بمعنى الكلام ناخدها كده يعني جزء ايجابي في الفيديو وهو لما تشتغل على عضلة وانا عارف الناس ما بيحبوا عضلة معينة مثلا عندك باي سيبس او الرجل تلاقي بيلعبها على طول وانا يدرنا طبعا ما تلاقي حد بيلعب رجل ولكن انا بقول لك لازم تلعب رجل اه انا بقول لك اللي عنده اكتف مميزة تلاقي بيلعبها على طول يعني الناس بايت الدراع اللي عنده بينج مميزة تلاقيه على طول بيحب يلعب او تمانين ويسيب الباقي فانت ما تعملش كده انت العب كله خلي كل شكل جسمك كده متوازن من الاخر وحبيت انهي حلقة النهاردة بالمستوى قبل وطبعا مرة واحدة انفجر بالشكل ده وده كمان المستوى ده على فكرة بتاع السن اللي فاتت هو متفجر اكتر من كده. مالوش في بطولات يعني ما شاء ما بشوفلوش بطولات بينزلها. ولكن من الاخر من الاخر هي عضلة عضلتين هي اللي شهرته. شوفكم على خير فيديو جديد وحلقة جديدة. السلام عليكم وإحتراكاتكم شابه.